اعتلال الشبكية السكري والتحري بالتصوير الفوتوغرافي مقدمة تقوم الشبكية بتحويل الاشارات الضوئية الى اشارات الكهربائية اختر جواب صح او خطأ اجابة صحيحة يتم ارسال الاشارات الكهربائية عبر العصب البصري الى الدماغ الذي يترجمها الى الصور التي نراها يشير مصطلح اعتلال الشبكية السكري التكاثري الى المرحلة التي تكون فيها الاوعية الدموية في الشبكية متكاثرة او نازفة او متمزقة اختر جواب صح او خطأ اجابة صحيحة اعتلال الشبكية السكري التكاثري هو المرحلة التي تتكاثر فيها الاوعية الدموية في الشبكية بشكل شاد وتكون نازفة او متمزقة يحدث اعتلال الشبكية عند الاشخاص المصابين بالداء السكري فقط اختر جواب صح او خطأ اجابة صحيحة يمكن ان يصاب اي شخص باعتلال الشبكية ولكن الاشخاص المصابين بالداء السكري معرضون اكثر من غيرهم لخطر الاصابة باعتلال الشبكية لان الداء السكري يخرب اوعية الجسم الدموية تسبب المراحل المبكرة من اعتلال الشبكية السكري اعراض واضحة مثل فقدان البصر اختر جواب صح او خطأ اجابة صحيحة قد لا تؤدي المراحل المبكرة من اعتلال الشبكية السكري الى اية اعراض واضحة اما عندما تظهر اعراض مثل تغيوم الرؤية او وجود مساحات معتمة في الساحة البصرية او وجود عوائم في ساحة الرؤية او حدوث نقص شديد في الرؤية فان اعتلال الشبكية يكون شديدا بشكل عام لا يستطيع الاطباء رؤية تغيرات في العين الا بعد ان يترق اعتلال الشبكية السكري الى المرحلة التكاثرية اختر جواب صح او خطأ اجابة صحيحة يستطيع الاطباء ان يروا خلال المرحلة اللا تكاثرية نزوفا صغيرة ضمن الشبكية توسعا في الاوعية الدموية يدعى امهات الدم المجهرية مناطق فقيرة التروية تدعى البقع القطنية ترصبات ذهنية تدعى النضحات تدل على نقص التروية والرشح من الاوعية الدموية يعد التحر الفوتوغرافي طريقة جديدة لفحص العين حلت محل الحاجة لاجراء فحوص منتظمة للعين اختر جواب صح او خطأ اجابة صحيحة اجابة صحيحة التحر الفوتوغرافي ليس بديلا عن الفحص المنتظم للعين الذي يجريه طبيب العيون ويستطيع المريض اذا كان مرشحا لاجراء التحر الفوتوغرافي ان يقوم به مرة كل عام ويقوم باجراء الفحص العام للعينين مرة كل سنتين او ثلاث سنوات جرى تشخيص اصابة ليلى باعتلال الشبكي السكري العام الماضي ولا تزال تتمتع بقدرة بصرية طبيعية عشرين على عشرين كما انه ليس لديها تاريخ عائلي للاصابة بالزرق هل هي مرشحة للتحر الفوتوغرافي؟ اختر جواب نعم او لا اجابة صحيحة لقد سبق ان شخصت اصابة ليلى باعتلال الشبكي السكري فهي لا تحتاج الى فحص بل بحاجة الى جدولة زيارات منتظمة الى طبيب العيون فقط ليفحص لها عينيها سمير مريض مصاب بالداء السكري وسكر الدم عنده مضبوط بشكل جيد ولم يشخص لديه اعتلال شبكية السكري من خلال فحص العين منذ عام مضى ولكن طبيب العيون اشار الى ان لديه شام صغيرة في احدى عينيه تحتاج الى فحص ثنوي هل سمير مرشح جيد للتحر الفوتوغرافي؟ اختر جواب نعم او لا اجابة صحيحة لدى سمير مشكلة اخرى في العين لا يمكن رصدها على نحو كاف بالتحر الفوتوغرافي بالزاوية الواسعة وحده تسبب القطرات الموسعة لحدقة العين الاصابة بالزرق ضيق الزاوية عند شخص ما لا يوجد لديه ميل للاصابة بهذه الحالة اختر جواب صح او خطأ اجابة صحيحة لا تسبب القطرات الموسعة لحدقة العين الإصابة بالزرق ضيق الزاوية عند شخص ما لا يوجد لديه ميل للإصابة بهذه الحالة بل قد يسبب توسيع الحدقة في حالات نادرة عند المريض الذي لديه استعداد للإصابة بالزرق ضيق الزاوية ارتفاعا في ضغط العين وألما حادا في العين وحمرارا وتشوشا في الرؤية الأمر الذي يعد حالة إسعافية ويحتاج إلى رعاية عاجلة من طبيب العيون لا يكون المرضى الذين لا يتم توسيع حدقاتهم معرضين للإصابة بالزرق ضيق الزاوية بعد اختبار التحري اختر جواب صح أو خطأ إجابة صحيحة إذا لم يتم توسيع حدقة العين في أثناء التصوير الفوتوغرافي فإن المريض غير معرض للإصابة بالزرق ضيق الزاوية بعد اختبار التحري يكشف التحري الفوتوغرافي عن اعتلال الشبكي السكري عن مشاكل العين الأخرى في العادة أيضا اختر جواب صح أو خطأ إجابة صحيحة رغم أن الصور قد تظهر أحيانا مشاكل أخرى في العين تحتاج إلى تقييم إضافي لكنها لا تكشف مشاكل العين الأخرى دائما مثل الزرق أو الساد أو التنكس البقعي أو انتصال الشبكية أو أورام العين وبما أنه يتم التقاط صور للثلث الخلفي من العين فقط فإن هذه الصور لا تظهر الشدوذات التي قد تكون في مناطق أخرى من العين يقوم مقدم الرعاية الصحية من خلال التحري الفوتوغرافي بفحص القدرة البصرية للمريض والتحري عن الزرق اختر جواب صح أو خطأ إجابة صحيحة لا يتم فحص القدرة البصرية للمريض وضغط العين عنده كجزء من اختبار التحري الفوتوغرافي يستطيع التحري الفوتوغرافي أن يكشف جميع حالات اعتلال الشبكي السكري اختر جواب صح أو خطأ إجابة صحيحة هناك احتمال ضئيل في أن يفشل هذا الاختبار في كشف اعتلال الشبكية عند بعض الأشخاص ولكن الدراسات تشير إلى أنه يكشف اعتلال الشبكي السكري عند أغلبية المصابين بهذا المرض شكرا لإستخدامكم برنامج اكسپلين شكرا لإستخدامكم برنامج اكسپلين